ما هو افضل وقت نجمو نتراناو فيه؟ هل بالامكان ان نزيدو كتلة عضلية او لا؟ الاسئلة هذية الكل جينا وتتطرح في بالنا كل ما يجي شهر رمضان لك اقبل كل شي شنو ما الحاجات الي كاريا ذهين من المحبث اننا نعملوهم قبل بداية شهر رمضان بش تسهل علينا السيام والتدريب في الشهر هذية هذية الكل بش نجاوبو عليه في الفيديو متاع اليوم اشتركوا في القناة الرياضية التعليمية لتعطيك اخر المعلومات على الرياضة والتقضية حسب الدراسات العلمية المتوفرة كانك متعدي تعدي اول مرة تتفرش في القناة وتتفرش في فيديو ادي او غيرها وعجبك المحتوى ماذا بيك تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس لانه هذية مهم جدا بش ندعم القناة بتاعنا ونزيدو ونكثفو ونكثرو من الفيديوهات هذام بش نحاول انبسط الفيديو قدر الامكان قبل ما نخدتو الى كيفاش ووقتاش بش نتريناو كيما قلت لكم فهم مرحلة مهمة جدا يزمنا نتعديو بها قبل شهر رمضان بش تساهل عليك الامور اكثر بش توصل الى الهدف متاعك مهما كان الهدف اللي انتي تطمح له في الشهر هذية واحد تحذر الجسم متاعك قبل رمضان معنا تتحذر جسمك للسيام قبل بجمعة او جمعتين كيفاش تعمل ايام سيام متقطع تجب تتفرش في الفيديو سبقوا اني حكيت على السيام متقطع في فيديو تفسيرية بسيطة على الاخر تجب تتفرش فيها او بكل بساطة كان انتي قاعد تعمل في عدد كبير بتاع وجبات حاول نقص في الوجبات اضمها او نقص في الكمية بشككة تعدل جسمك وتحذره للسيام اللي انتي بش قوم بيه مدة شهر كامل لانو انتي بتباع في بيديك اللي جير مضان وحاضر لكن جسمك يجب ويعرف التغيير هذية كيفاش يعرف تغيير هذية انك تتعدل الوجبات هذية والكمية بش ميصيرش انخفاض كبير في ليلة وانهار يلقى روحو بالجوع على الاقل حاضر جسمك وبالطريقة هذية تجب تحافظ اكثر ما يمكن على الكتلة العضلية ثاني حاجة تبدأ تعدل في اوقات الاكل متاعك حسب الشهرة ذالي بش يصوموا فيه ويناكلوا تقريبا اكلت بتاع الكل في النين واللي هي هذية تستحق وقت بشجسمك يتأقلم عليها وخاصة بالنسبة الاشخاص اللي ميكتلوش ابرتير من الستة على اساس انه جسمه يناكل بشكل بش رده كلها او جسمه يحرق اكثر سعادة حرارية وليم عنداش حتى اساس من الصحة وكان عنده تأثير روحو بسيط على الاخر ذلك ماذا يكتب تحضر في روحو قبل بأيامات وتبدأ تعمل فيه تغيير بسيط مش ميكونش سويتش كبير من الأيامات الليلة تكون تاكل في النهار البركة ويتاكل كام في الليل وذلك يسبب لك برشة مشاكل وخاصة انه معتك في الوقت اذا كان مستنسى انها راكشة في سبيل حالها ومش تقولي تشلبق فيها بالماكلة وخاصة في وقت قصيرة على الاخر مش يسبب لك برشة مشاكل في الهضم ونفاخ وغازات سامة ثالث انسيحة تهم الأشخاص اللي بشيت لنا وقبل شقان فتر كيفي انا وكنا نعرفوا أهمية شرب الماء لذلك العملية ذي لحقيقة عاونتني برشة عندي طاو عامين جربتها لحقيقة ممتازة جدا جي قبل بيامات وتبدأ تسمس في جسمك انك مكش بش تشرب برشة ماء مهوش موجود الماء يا مخي يا جسمي يراه الماء مهوش موجود تبدأ تعود في روحك تبدأ تنسى شوية في كل عادة لك لأنه تبنت لك عادة معا تترسخت لك العادة دي انه ما بين السيري والسيري حتى كان مكش عطشان بش تشرب ماء اللي هنا تبدأ تعود في جسمك بشوية بشوية قبل بيامات انه راه الماء غير متاح وذي يخليك تجم تترانى لبيامات لولا بدون ماء وما تلقاش صعوبات كبيرة الجيو تهويكة للوقت وكيفاش لحقيقة بالنسبة للوقت ما فماش وقت مثالي لأنه كل واحد وظروفه ويقعد ذايا اختيار شخصي لكن فما قاعدة مهمة جدا وعمرك ما تترانى من اول نهار وتقعد نهار كامل صعب لأنه هذا بشي يسبب هدم عضلي كبير جدا بشي يخليك تشعر بإرهاق كبير ونجم يكون اختر عليك ويعرضك للإصابة بحال انه نهارك مرهق ويتطلب برشة جهد ذهني وجسدي من المحبث انك تترانى بعد شقان الفتر يكون على الأقل بعد سوعة ونص سوعتين تكون عمد فيها مواجبة متكاملة ومتوازنة من بروتينات وكربوهيدرات ودهون صحية هكاك تكون وفرت على الأقل بسيس من الطاقة لجسمك ينجم يقاوم بها الجهد البدني اللي بش تقوم بيها في حال انه نهارك مفيش برشة جهد وحركة ومتطلبش برشة تركيز وجهد بدني تجم تترانى قبل بسوعة من شقان الفتر وهكاك تستغل النافذة اللي عندك في الليل مش تتزود جسمك بالعناص الغذائية الليازمة بالوقود اللي انتي استنفذته خاصة على طوال اليوم وخاصة مهم جدا انك تخلي جسمك يرتاح بعد نهار سيام شاق وكيفاش تحبط في الكم متاع تدريبه بتاعك للمانتينس فوليوم كنت سبقت وحكيت على الام اي في والامر في والفاريبلز اضم الكل وكيفية التحكم فيهم في فيديو بش تتعقل هنا مهم جدا انك تتعلم الحاجات اضمك انت حب تعمل برنامج خاص بك انتي او بكل بساطة تحبط في الكم والمجهود اللي انتي كنت تخدم به الى النصف وهذه فرصة خاصة للاشخاص اللي يخدموا بارشة بش يعرفوا جسمهم والحاجات اللي هما يعملوا فيها اللي هي بارشة واللي مش كل ما تعمل بارشة بش تعمل بدن بارشة وكان صعبت عليك للمونتج بتبعث لي ميل اتو خليلك لي ميل اللي هنا من اجل التدريب الشخصي هدف في الشهر هداية من جمشي يكون الزيادة في الكتلة العضلية وانسطر بالاحمر تحت الزيادة في الكتلة العضلية ما هي الزيادة في الوزن لانه ترجم تعمل الزيادة في الوزن وتكون دهون وهذه سهلة مهي صعبة لانه كتحط روحك وتحط الجسم بتاعك في ظروف كما الهداية بصيام متاع 15 ساعة تقريبا ويشتاكل فقط في 9 ساعة بتدريب له 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 مع نوم له له وراحة له له يضم لكل ظروف غير ملائمة مش تزيد في الكتلة العضلية ومش تزيد تعمل البناء العضلية اللي انت حاجتك بيه كان نحط الظروف بالعكس نقوله باش تاكل في 15 ساعة وباش تصوم فقط في 9 ساعة الحكاية صحيح تجم تكون في ظاهرها بسيطة لك قدمة هي بسيطة ما هيش سهلة نعرف برشة توبش يقول ليه تي سهلة على الاخر ايه سهلة بالنسبة للاشخاص اللي مهمش طبيعيين الاشخاص اللي استعملوا استيرويدز ولذا من المحبث انه تكون الفترة هذه فترة بتاع نقاها تخلي جسمك فيها يرتاح تجم تعمل فيها فترة متاع ديلود تحاول تحافظ اكثر ما يمكن على الكتلة الجسمانية متاعك او بالنسبة للاشخاص اللي عندهم ميزان زائد هذه فرصة بالنسبة لكم باش تبدأوا وتعملوا فيها فترة متاع انك تنقص من السعرات الحرارية لانه من المنطقي انك بشتاكل اقل في 9 ساعة من انك بشتاكل على انهاركم اذا من المنطقي لكن الواقعي نجم يقول حاجات اخرين لانه في تونس باش ماناكدبوش على رواحنا في تونس عنا العادة انه في شهر رمضان نولي يناكلوا اكثر من العادة واللي هو نورمال مو شهر رمضان تعمل اننا مش نحسوا بالناس اللي ما عندهاش بالناس الفقراء بالناس اللي ما عندهاش بشتاكل نورمال مو مش ناكلوا اقل لكن الواقع يقول غير هداية اصدقاء ابطان حب نعرف شنو الهدف متاعكم في الشهر رمضان ماذا بي تحطوني في التعاليق الهدف متاعكم اللي انتم تحبوا تاخد معانيها في الشهر رمضان وخاصة ما تنسوش بش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس لانه غير معقول انه منزلوا فما ابطال قادين تفرجوا في الفيديو ويتعدوا مغير ما يعملوا سبسكرايب برشا قادين تفرجوا ما مش تعملوا في سبسكرايب وهذا يحط من العزئم ماذا بي يتفرج الفيديو بالتشجيع متاعكم نجم ونعمل محت كما ندايا وحتى خير من هدايا بفيديوهات اكثر من اكاية ماذا بيك انتعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس انا مبقى لك اقولكم I see you next time ابطال